موسيقى حياكم الله مجددا المشاهدين مع أولى موضوعات حلقة اليوم مع العمل التطوعي ضيف فقرتنا الأولى كاتب من طراز خاص استطاع خلال السنوات العشرون الماضية أن يضع بصمته الخاصة في حب العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مما دفعه إلى إصدار كتابه الخاص بالعمل التطوعي حمل عنوان العمل التطوعي في حياتنا أهميته مع وقاته وعوامل نجاحه ليكون مرجعا لأبنائنا وبناتنا في المستقبل نرحب بضيفنا الكاتب الدكتور أحمد المنصوري هياك الله ومساك الله بالنور والسرور دكتور مرحبا أهلا وسهلا فيك وتشرفنا باستضافتكم لنا في هذه القناة المميزة قناة الشارقة الفضائية دكتور أحمد لو يكون جانب حديثنا عن العمل التطوعي وعلاقتك بالعمل التطوعي في البداية حابين أن أعرف شو علاقتك بالضبط مع العمل التطوعي دكتور أحمد لو تكلمت عن بدايتي يعجزني أنا أوفي كل العمل التطوعي اللي قمت فيه من بداية دخولي في هذا المجال إلى اليوم أنا أذكر لك بعض المواقف اللي صارت لي أو اللي قمت فيها في العمل التطوعي بداية اللي خلتك يعني تدخل في مجال العمل التطوعي نعم وحببتني بالعمل التطوعي أكثر بداية حبيت أن أدخل في مجال العمل التطوعي بدعوة من أحد الأشخاص طلعنا من الدوام دوام طبعا في القطاع الحكومي نتمشى مع الشباب سوالف وغيرها قالوا شو رايكم نروح نسجل في هيئة الهلال الأحمر نعم ممتاز هيئة الهلال الأحمر هيئة وطنية وتقدم أعمال تطوعية ومنها ممكن نسط المهاراتنا وخبراتنا في هذا المجال نحن كانت يعني انطلاقتنا في هذا المجال عن طريق هيئة الهلال الأحمر بدأنا أخذنا الدورات بعدها أهلنا أن نكون متطوعين فعالي في المجتمع شاركنا في عدة مشاركات منها عصار التسونامي في اندونيسيا ما شاء الله والمشاركة الثانية كانت في زلزال كشمير في باكستان المشاركة الثالثة إغاثة متضررين وباء الكوليرا وتفشي المجاحة في الصومال ما شاء الله مشاركات خارجية كبيرة مشاركات نعم ومحفوفة بالمخاطر صحيح يعني ما يخفيك اللي صار في تسونامي في اندونيسيا والحجم الهائل من المصابين والأضرار اللي صارت من بعد الاعصار صحيح زلزال كشمير في باكستان نفس الشي بس أنا في نقطة حبيت أني أذكرها في اعصار تسونامي في اندونيسيا أشكر سيدي صاحب سمو الشيخ سيف بن زايد الله يحفظ وزير الداخلية على بعثه للفريق فريق الإسعاف اللي كان والطوارئ اللي كان موجود في اندونيسيا واللي قدم خدمه أنا ما أدري كيف أشكره على هذه المبادرة الطيبة وهذا ما يدل إلا على يعني أصولهم الطيبة هذه القيادة الرشيدة في النهاية نعم حبهم للخير وتقديم الخير للمجتمعات وأنه اللي مرات ما تقصر لا مع عربي ولا مع أجنبي صحيح في كل أنحاء العالم تلقى اسم الإمارات موجود وهذا فخر بالطبع كونك إماراتي تفتخر أنك أنت إماراتي أنه أي دولة في العالم تروحها تلقى اسم الإمارات صحيح يشهد له القاصي والداني الصراحة اللي كانوا صحة والآفية صراحة الاتحاد الدولي وهيئات الهلال والصليب الأحمر الموجودين في باكستان كلهم شافوا عملنا والذي قمنا به طبعا من دور إسعافي وخدمي على أساس ما يتفش مرض شلل الأطفال قمنا بتقديم اللقاحات للأطفال ما شاء الله والحمد لله الحمد لله يعني تكللت المهمة بالنجاح الحمد لله ورجعنا بعد ما قدم سلمنا المهمة على أساس أنها لا توقف بعد مشاركتنا نحن للفرق الموجود هناك ورجعنا الإمارات جميل ما شاء الله يعني هذه نقدر نقول بداية العمل التطوعي وبالتأكيد كانت هناك بداية للكتابة أيضا خلتك أنت تكتب فلو نتحدث عن بدايتك في الكتابة كذلك وإيهما سبق يعني هل أنك العمل التطوعي قبل الكتابة والكتابة كانت قبل العمل التطوعي الدكتور أحمد والله الكتابة نقدر نقول من بداية دخولنا للمدرسة حبينا الكتابة وحبينا الدراسة صحيح لكن اللي اللي فرض علي أني أنا أطلع هذا الكتاب اللي هو أكتاب العمل التطوعي وأهميته في المجتمع ومعوقات العمل التطوعي و عوامل نجاحة نعم طبعا ما يخفيك أنت تقدم عمل أي أن كان لازم يكون في مراجع على أساس أن تطور نفسك في المجال الذي أنت فيه إذا كان مجال الإعلامي أو المجال الفني أو المجال الخدمي طبعا نحن مجال العمل التطوعي مجال تقديم الخدمة المجتمعية بالفعل بدون مقابل طيب في ناس عندها بعض الأفكار اللي هي ممكن أنا أقدم عمل تطوعي لكن أنا ما عندي مدخول ممكن تعطوني مقابل هذا ما صار عمل تطوعي صحيح نحن على أساس أن نوضح الصورة نكون لخدمة الإنسان خدمة الإنسان وخدمة المجتمع فعلا نعم بديت في الكتابة من بعد جولتي في المكتبات والمدارس على أساس أن أشوف شو المعلومة هل هي واصلة بالشكل الوافي والكافي لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات عن العمل التطوعي طبعا لا يخفيك في بعض الأحيان خلال جولتنا إذا كانت داخل الدولة أو في مشاركاتنا العربية في الدول العربية نلتقي مع الصغار إذا كان في تجمع متطوعين الصغار أو ملتقى المتطوعي الصغار أو غيره طبعا يكون فيه تبادل أراء أو أفكار أو غيره مع الصغار على أساس أن توصل لهم وتوصل للعقلية التي يفكرون فيها وشو احتياجهم في العمل التطوعي فللأسف أنه ما فيه كان مرجع في هذا الوقت ممكن الطالب أو الطالبة أو المتطوع الصغير أو المهتم في التطوع يمكننا أن نقول بشكل خاص نعم الذي مهتم في التطوع بشكل خاص الكل مهتم في التطوع لو سألت أي شخص أو أنت سألت أي شخص من العامة لا تجيب لمسمى العمل التطوعي إنما لو ذكرت له حبك لبلدك و لحكومتك و لقيادتك الرشيدة وهذا شيء يمكن بسيط أن تردلهم الجميل في النهاية لا نستطيع صعب صعب أن تردل الجميل لأنه لو رديت واحد بالمية واحد بالمية من هذا الجميل تكون أنت سويت شيء واو لكن ما في حد يقدر لأنه الذي قدمه الحكومة و القيادة الرشيدة شيء فوق الخيال فبدينا بديت الكتابة مثل ما ذكرت لك بعد جولاتي أو مشاركاتي العربية والدولية و سؤالي أو التقائي بمجموعة كبيرة من الطلبة قدرت أني أنا أكتب الكتاب هذا و أبدأ في كتابته بعد زيارتي لـ 183 مدرسة على مستوى الدولة بداية من السلع و الغويفات و نهاية بالفجير و خورفكان ماشاء الله نعم ألقيت فيها عدة محاضرات و عملت ورش عمل و عملت معسكر للمتطوعين متطوعين الهلال الأحمر في جزيرة الدلمة و كان يعني ب أفكارهم و ما استفادوا منه في هذا المعسكر بإشادتهم كلهم أن المعسكر كان صراحة شيء ما كنا نتوقعه و كان ممتاز مع أن ما كان فيه وقت كثير على أساس أن نقدر أن نحط أو نسوي الأشياء الكثيرة للفائدة علشان المتطوع يستفاد أكثر لكن كان فيه وقت قصير و الحمد لله أن قدرنا أن المجموعة كبيرة منها الجمارك و الشرطة و الدفاع المدني و البلدية في هذا التمرين و الحمد لله قدرنا أن نطلع من هذا المعسكر بفائدة للمتطوع الحمد لله دكتورنا نحن بنستاذنك بنظهر فاصل و بنرجع معك إن شاء الله مرة ثانية بنكمل الحوار بشكل تفصيلي أكثر عن إصدار هذا الكتاب بإذن الله مشاهدينا فاصل و لنا عوده ترجمة نانسي قنقر أياكم الله مشاهدينا مرة أخرى و رح بضيفنا مرة ثانية الدكتور أحمد المنصوري دكتورنا لو نتحدث عن الكتاب بشكل مفصل أكثر يعني ما همية تواجد مثل هذا الكتاب بخصوص العمل التطوي بإذن الله نقدر نقول في المكتبات و أما إلى ذلك الكتاب مثل ما بنت عارف إذا ما تكلمنا عن الكتاب وتكلمنا عن الطلبة و الطالبات أبنائنا و بناتنا اللي موجودين في المدارس صحيح اللي يتلقون تعليمهم في مدارس الدولة مادة العمل التطوعي تدرس في المدارس في قانون أصدر من معالي وزير التربية و التعليم منه الطلبة أو طلبة الكليات ما يحصل على الشهادة اللي يقوم بعمل تطوعي إلا بعد تقديمها لساعات عمل تطوعية صحيح إذا كان مش ملم بالعمل التطوعي كيف ممكن يقدم عمل تطوعي والمثال يضرب على أبناء أبنائنا و بناتنا في المدارس صحيح إذا كان ما في مرجع لهم في المكتبات أو في المدارس اللي يتلقون فيها تعليمهم كيف ممكن يعرف شو هو العمل التطوعي صحيح شو أهمية العمل التطوعي شو فوائد العمل التطوعي شو معوقات العمل التطوعي هذه المشكلة اللي كنت أنا أفكر فيها لحد ما كتبت كتاب هذا وقدمته لأغلب المدارس مثل ما ذكرت لك 183 مدرسة ما قدرت أقدم الباقي أو باقي المدارس أنا كنت أتمنى أنه ما أخلي مدرسة في الدولة إلا أمر عليها وقدم لها الكتاب لكن طبعا هذا مجهود شاق صحيح بالنسبة لي أنا ألف على كل مدارس الدولة أنا أتمنيت أن يكون فيه إحدى الجهات تتبنى هذه الفكرة وأنها تقوم بطباعات الكتاب وإذا الله خير وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ما قصروا طبعوا للكتاب لكن الله يعطيهم الصحة والعافية لكن تعقيبا على كلامك دكتور أحمد يعني الطلبة يوم يقومون بالعمل التطوعي نقدر نقول أنهم يسوون بسبب أن يكونوا يخلصون ساعة العمل التطوعي التي لديهم لكن يجهلون القيمة التي سيستفيدون منها من خلال العمل التطوعي فكيف نقدر أن نوصل لهم المعلومة بشكل يعني ملخص أن من خلال العمل التطوعي أنت بالتأكيد ستكون هناك قيمة إنسانية مستفادة من خلال هذا العمل بالتأكيد فهل ذكرت مثل هذه الأشياء في هذا الكتاب أنت لو بحثت في الكتاب رح تلقى في كل صفحة فائدة لك شخصيا وللطالب وللطالبة لأبنائك ولبناتك ولأهلك لأسرتك أنا ما تركت لأحد فرصة أن يتكلم عن الكتاب يقول فينكس حتى المرأة ضفتها دور المرأة في العمل التطوعي أيضا موجود في الكتاب يعني ذكرت كل شيء ذكرت كل شيء حتى كيف كيف ممكن تكون متطوع قيادي ما ننسى الكتب الموجودة في المكتبات وفي دور النشر ما ننسى كتاب رؤيتي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم صحيح هذا الكتاب القيم الكتاب اللي ممكن من خلاله تكون قائد محنك أنا نعم بعد قراءتي لكتاب رؤيتي لصاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم الله يخبر قدرت أني أنا أوصل فكرة المتطوع القيادي الفذ كيف أنت ممكن تكون مش مجرد متطوع إنما متطوع على مستوى ممكن من خلاله تكون قائد مجموعة تدير مجموعة من المتطوعين وتوصلهم إلى القمة ما شاء الله جميل جدا طبعا أستاذ المشاهدين هذا هو كتاب العمل التطوعي في حياتنا أهميته مع وقاته وعوامل نجاحه من الكاتب الدكتور أحمد يوسف المنصوري يعني ما شاء الله من خلال رؤيتنا للكتاب يعني من بداية نشوف أنه يمكن صراحا ملم في جميع الأمور التطوعية وأيضا يعني بالتأكيد من خلال قراءته سيستفيد الكثير بالتأكيد كتاب قيم لكن كم خذ منك من الوقت يعني قدر نقول لما خلصت كتاب تقريبا ست شهور ما شاء الله نعم وكم فصل تقريبا 11 فصل وثلاث ملاحق ما شاء الله نعم يعني شو يعني اللي ركست علي بشكل أخص في هذا الكتاب طبعا أنا كمدرب دولي معتمد من الاتحاد الدولي في التدريب الاحترافي ركست أكثر على كيف ممكن تدرب مجموعة من المتطوعين أو كان متطوع واحد بكرة إن شاء الله ندرب لسال عبد الله على العمل التطوع كيف أن يكون متطوع نعطيه الدورات الدورات شو فيها دورات الإصعافات الأولية دورات الإطفاء الإنقاذ تركيب الخيام هذه اللي ممكن أنت تسويها في العمل التطوع في الكوارث في الطوائر على سبيل المثال وانت طالع من عملك رايح إلى بيتك في الطريق لقيت لا قدر الله حادث وفي مصابين شو دورك انت كمتطوع انت الحين مش مسجل متطوع لكن على أساس أن تقدم خدمة لمجتمعك ولدولتك ولأسرتك ولأ نفسك على وجه الخصوص نعم أنا شفت سيد عبدالله مر عند الحادث وما هو قف ممكن ربما يكون عنده ظرف صحيح أو عنده مسؤوليات لكن الواجب الوطني يحتم عليك أنك أنت توقف وتتصل بالإسعاف الوطني تحاول أنك أنت تشوف إذا كان فيه مصابين أو غيره تحاول أن تبعد الناس عن التجمهر على الحادث هذا دورك في هذا الموقف تحاول أنه ما يكون فيه تكدس للسيارات في المكان الذي فيه الحادث طبعا الكل يوقف ويعرقلون حركة السير صعب وصول الإسعاف في وقت قصير جدا ودورية مثلا صحيح وإضا الدكتور أحمد نشاهد مثل هذه الأمور من خلال حياتنا يعني ما شاء الله إليهم يعني إخواننا وابنائنا نشوف مثل هذه المواقف تحصل جدامنا ونشوف أنه ما شاء الله إليهم يوقفون في الشارع وينظمون حركة السير يعني ما شاء الله يعني ما يخفى هذا الشيء بالتأكيد صحيح لكن من خلال أيضا العنوان العمل التطوعي في حياتنا أهميته معوقاته وعوامل نجاحه شو معوقات العمل التطوعي معوقات العمل التطوعي كثيرة أنا بذكر لك على سبيل المثال المحسوبية بعض الأعمال التطوعية تكون أنا عندي مجموعة أنا بذكر لك مثال على معوقات العمل التطوعي فضل أنا عندي مجموعة وقاعد أدعمها وعندي ميزانية كبيرة أدعم المجموعة هذه بأنه إذا كان في أي عمل تطوعي ما أخلي فرقة ثانية تأخذه صحيح أنا أخذه حتى لو أدفع أموال صحيح أنا احتكرت العمل التطوعي لي أنا شخصيا ما تركت المجال لغيري أنه يتعلم العمل التطوعي أو يشارك بالعمل التطوعي صحيح صرت أنا بعد فترة مسؤول كبير في بجال العمل التطوعي طبعا خلال مشاركاتي الكثيرة على مستوى الدولة والمستوى العربي والعالمي بعدها فترة أهلت أني أنا أكون مدير كبير للعمل التطوعي صار توزيعي للمناصب في العمل التطوعي المقربين لي صار العمل التطوعي في هذا المكان في هذا المجتمع ل ناس معينين أنا صراحة سعيت بالحديث معك لكن في النهاية يعني شاهدنا تزايد الفرق التطوعية في مجتمعنا بالتأكيد كيف تشوف التطوع في هذه الآوان أن أقدر نقول والله التطوع قاعد يوصل إلى مستويات جيدة لكن نطمح ونتمنى ونأمل من الله سبحانه وتعالى ثم من هذا المجتمع الطيب أن نوصل للمتطوع رقم مليون وإن شاء الله هذه نظرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد قال نهيانا الله يحظه ويطوله بعمره ويحطي الصحة والعافية أنه نوصل للمتطوع رقم مليون وإن شاء الله في الأيام إن شاء الله ما بنقول الأشهر أو السنوات القادمة إن شاء الله الأيام القادمة هذه ليش؟ لأنه قاعدين نشوف ونشاهد ونسمع عن فرق جديدة إحنا التقينا في يوم من الأيام مع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحافظه حاكم الدبي في مجلس محمد بن راشد للسياسات وكان من بين الموجودين في هذا الملتقى ما يقارب مئة فرقة تطوعية إن شاء الله إن شاء الله نشوف المتطوع رقم مليون بإذن الله إن شاء الله الدكتور أحمد المنصوري أنا سعتبر الحديث معك وحول إصدار العمل التطوعي في حياتنا أهميتها مع وقاته وعوامل نجاحة وإن شاء الله نرى المتطوع رقم مليون بإذن الله إن شاء الله